الفرص اللي بتضيع بناءا بعد ما بيكون لعيبتنا عملوا اللي عليها خلاص ما بتقدرش تتكلم دي توفيق وعدم توفيق زي دربة راس محمد مصطفى محمد في الشرطة الاول زي كرة عبدالله السعيد اللي عملها ده خلاص الراجل حطها صح احنا مستنين بقى التوفيق بتاع ربنا او عدم التوفيق يبقى معاك توفيق ما يغيب عنك التوفيق لكن في كرة عمر السلية كان لازم يحطها باهتمام بعناية بحرص اكتر من كده لان كرة زي دي ممكن نندم عليها وكنا فعلا ممكن نندم عليها لقدر الله كرة الشناوي الفاول الدربة السابتة اللي خبطت في كعب جزمة مصطفى محمد وكانت هتسبت الشناوي والشناوي بدأ ياخد القرار التاني حاول يمسكها لما خبطت في كعب جزمة مصطفى بدأت تلفله حاول يمسكها اتزحلقت قام تاني عشان يعمل الراجل مصطفى اللي كان مكمل فيها ساطر ربنا خبطت في وشه وراحت ضربة روكنية فاذا ليه يعني ليه نوصل لمرحلة ان احنا كنا ممكن نندم على فرصة زي دي فاتمنى نبقى في استغلال فرص وفي حرص واهتمام واسرار على اننا اقت المباراة لو ربنا كرم واحنا متقدمين في دور الستاشر بجول او حتى متعدلين كرة زي دي ممكن تخلص احنا شايفين اصلا البطولة معظم المباريات فيها زي ما بيقولوا فيري تايت جيم كل مباراة فيها فيري تايت جيم تتفرق حتى مبارح المباريات كلها تتكلم على المغرب والجابون انا عاد بتفرج بقول هي دي الجابون اللي كانت معنا ومع ما عمش كمان اوبوميانج ام شارسين جدا بيواجهوا المغرب وعندهم ثقة في نفسهم تتفرج كل المباريات كله واحد صفر اخرك اتنين صفر اللهم ان مباراة او اتنين حتى احنا كسبنا غنية بيساق واحد صفر السودان واحد صفر خسرنا من نيجيريا واحد صفر فكل المباريات النهاردة المستويات بقت متقربة جدا 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 نظرا لطرق اللعب وتديق المساحات ووي ووي فالف مبروك لمنتخب مصر في مميزات ومكتسبات برضو عشان برضو نتكلم بما يرضي الله المباراة اللي فاتت في مباراة غنية بيساو انتقطت طريقة اللي احنا مش عارفين ننفذها النهاردة احسن بكتير جدا ليه علشان اتضحت الامور اتضحت اتضحت المهام تم اسناد لكل لعيب مهمة واضحة وصريحة النهاردة شايفين انني هو اللي ستة طول المباراة انت الستة عمرو السلية انت اللي تمانية بيميل ناحية اليمين ولما عمر كمال عبدالواحد بيزيد مع مع صلاح بتأمن ضهرهم شوفنا عبدالله الصعيد رقم تمانية صريحة لما لما ايمن اشرف بيزيد ولو اني دي ما كانتش بتحصل كتير لكن لو حصل وزاد زي الشوت الاول الكرة اللي كان عاوز ياخد فيها ضرب الجزاء لو زاد مع عمر مرموش انت اللي بتقدم ايه انت اللي بتأمن ضهرهم في مهام واضحة وبالتالي حتى في تحضرنا للهجمة هو النني اللي بيشترك فيها اللهم اني لو راح اتضيق مساحات على النني او الضغط عليه وهو بيستلم في واحد ضغط عليه في ظهره فما بنتطر ما بنسلموش ممكن عمر السلية او عبدالله السعيد بينزل من هنا او من هنا عشان يبدأ نطلع بالكرة من وراء القدام الامور اتضحت المهام اتضحت وبالتالي شكلنا في ارض الملعب اتحسن اه كتير جدا فاربعة تلاتة من وجهة نظري دي افضل مباراة في التلاتة في التلات مباريات على الاقل من الجانب الخططي او التكتيكي النفس في اربعة اه تلاتة والدليل على كده زي ما قلنا عمر كمال عبدالواحد تاني شوط على طول متقدم على طول متقدم لاني ظهره متأمن بعمر السلية نفس الموضوع اه مرموش ظهره متأمن بعبدالله السعيد حتى لما العامل البدني شوية عند عبدالله نزل جدد الدم بزيزو في الطرف الشمال ورغم ان انا قناعتي ان زيزو افضل كوينجر لكن هو ادر زيزو كده يعني انا شايف ان زيزو وجهة نظري الشخصية ان هو غير موفق انه بلعب في حتة محمد صلاح اللي بلعب فيها مش هتحك على بعض يعني صعب طريقه كمسدود مسدود لكن انا بشوف ان زيزو بينطق بلغة الكرة اكتر بكتير كوينجر لان زيزو دريبلر زيزو بالكرة سريع جدا زيزو ايجابي جدا على المرمى او لما بيفوت في واحد على واحد لكن زي ما قلنا صلاح في طريقك فحتى لما راح في الطرف الشمال برضو مش عادلة جسم زيزو اللي من اكتر الحاجات اللي بتميزه الكرات العرضية